شكراً عزيزي برهم صالح جملة رباعية الكلمات اختزل بها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون العلاقات الفرنسية العراقية التي غابت لعقود طوال مخاطباً نظيره العراقي برهم صالح فور عودته الى باريس بعد زيارته التاريخية الاولى لعاصمة الرشيد بغداد شكر يحمل في طياته الكثير من الامال للعراق والعراقيين شكر اعظم من رسالة من رئيس الجمهورية العريقة فرنسا الى رئيس عراقي اعاد لصفة الرئيس مكانتها داخلياً وخارجياً هو شكر وعهد وميثاق زيارتنا لو انها لساعة محدودة انما هي تهدف الى توجيه رسالة ثقة ودعم ومساندة للعراق في هذه الظروف التي تعرفونها فهو شكر لحسن الضيافة والاستقبال من قبل العراق المكلوم منذ سنوات عراق الاصالة والكرم والجود وهو عهد التزم به الرئيس ماكرون للعراق ممثلاً برئيسه الصالح حين خاطبه بقول صريح لا لبس فيه لكم ان تعتمدوا على التزام معكم وهو ميثاق حين ربط ماكرون مصير العراق بمصير فرنسا من خلال تأكيده الصريح ان امام العراق وفرنسا تحديات عديدة مبدياً استعداده المباشر ورغبته الكبيرة في مساعدة الشعب العراقي وبهذا الشكر المقرون بأهد وميثاق فرنسي لم يكن في الحسبان بمساعدة العراق على تخطي ازماته التي طال امدها يفتح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون نافذة امل جديدة للعراقيين الذين يبحثون عن سيادة وطن انهكته التدخلات لعقود طوال الرئيس صالح قابل الشكر بالشكر لنظيره الفرنسي ماكرون لالتزامه بالوقوف الى جانب العراق ومساندته بلداً وشعباً وسيادة العراقيين يتطلعون الى المزيد والعالم له مصلحة حقيقية في استقرار الوضع العراقي وتعزيز العراق دولة محورية أساسية في هذه المنطقة دولة ذات السيادة كما قوبل بالإشادة والشكر من قبل شعبه لكل ما بذله ويبذله من جهود لإعادة العراق الى مكانته الطبيعية التي يستحقها والعبور به الى بر الامان العراقيون ومثلهم الفرنسيون أيضاً ينتظرون ترجمة فورية مكتملة الأركان لهذه الالتزامات على أرض الواقع والسؤال الذي يبرز هنا كيف ومتى ستترجم هذه الالتزامات الفرنسية لمساندة العراق وكيف ستتقبلها الأطراف الإقليمية والدولية ذات المصالح من بقاء العراق منقوص السيادة ترجمة نانسي قنقر